طيب دلوقتي مشاهدين معادنا مع موجز لأهم الأنباء الثامنة صباحا مع لمياء حمدينة فضل يلم شكرا لك أحمد الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرنج موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن موقف مصر ثابت بشأن التوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وفق المرجعيات الدولية جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي لوزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين حيث تم التأكيد على علاقات الشراكة الاستراتيجية المنتدة بين مصر والولايات المتحدة وأكد الرئيس السيسي أهمية العمل بشكل فوري في إطار المصارين السياسي والأمني وذلك لتهديئة الأوضاع والحد من اتخاذ أي إجراءات أحادية من الطرفين من جانبه أكد بلينكين أنه في إطار العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين فإن واشنطن تعول على التنصيق الحثيث مع مصر بقيادة الرئيس السيسي لاستعادة الاستقرار وتحقيق التهديئة واحتواء الوضع بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأمريكي بالقاهرة أعرب وزير الخارجية سامح شكري عن حرص مصر على تعزيز العلاقة على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة كما أكد وزير الخارجية سامح شكري أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين خاصة في ضوء الأجواء الاقتصادية الراهنة وضغوط التي تواجه العديد من الدول النامية في العالم وأعرب شكري عن تطلعه لتحقيق المزيد من الاستمارات الأمريكية وتعزيز العمل المشترك لمواجهة كافة التحديات توجه وزير الخارجية سامح شكري إلى العاصمة الروسية موسكو لمتابعة مسار العلاقات الثنائية بين البلدين وأوضحت وزارة الخارجية أن شكري سيناقش مع المسؤولين الروس مجمل ملفات العلاقات الثنائية والتقدم المحرز في تنفيذ مشروعات التعاون بما يحقق مصالح البلدين وأضفت الخارجية أن الزيارة سوف تطيح الفرصة للجانبين المصرية والروسية للتشاور وتبادل وجهة النظر حول العديد من الملفات الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك والتأثير على المصالح المشتركة للبلدين بما في ذلك تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعيتها المختلفة قال الرئيس التونسي قيس سعيد أن الإقبال الضعيف في الانتخابات البرلمانية يظهر أن التونسيين لم يعد لديهم ثقة في البرلمان وأضف سعيد خلال لقائه مع رئيسة الوزراء نيجلا بودن أن البرلمان كان خلال العقد الماضي مؤسسة تعبث بالدولة وكان دولة داخل الدولة وقال الرئيس التونسي أن 90% ممن يحق لهم التصويت لم يشاركوا في عمليات الاقتراع أعلن منصق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي أن الإدارة الأمريكية تورد كميات كبيرة من الأسلحة إلى أوكرانيا تأتي تصريحات كيربي بعدما قال الرئيس الأمريكي جو بايدن أن بلاده لن تزود أوكرانيا بمقاتلات F-16 هذا وبدأت واشنطن تزويد الجيش الأوكراني بالمعدات المدرعة الحديثة ونقلت الأسبوع الماضي أكثر من 60 مركبات قتال مشاه من طراز برادلي كما أعلنت أنها سترسل إلى أوكرانيا أيضا مدرعات سترايكر ودبابات أبرامز أعلن الرئيس الفرنسي إمانويل ماكران عن الأسلحة التي تقدمها الدول الغربية لأوكرانيا يجب أن لا تستخدم لاستهداف الأراضي الروسية وقال ماكران خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الهولندي ماركر إغريوتي في لهاي إن أحد معايير توريد الأسلحة هو أنها يجب أن لا تؤدي إلى تصعيد النزاع في الوقت نفسه لم يستبعد ماكران تزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة لتعزيز قدرتها على التصدي للحرب الروسية تشهد فرنسا اليوم احتجاجات حاشدة ضد قطة الحكومة الفرنسية برفع سن التقاعد من 62 عاما حاليا إلى 64 عاما كانت النقابات الفرنسية قد دعت إلى مزيد من الإضرابات في قطاعات تشمل المواني التجارية ومصاف النفط ومحطات الوقول والسكك الحديدية في وقت أعلنت فيه السلطات الفرنسية حالة التعبئة العامة وحشدت نحو 11 ألفا من رجال الشرطة استعدادا للتحركات الاحتجاجية الواسعة والإضراب العام الذي ستشهده عدة قطاعات